المشكلة العشرة عدم قبول اختلاف الاحتياجات الغذائية للجسم من وقت للتاني وده غلط هتقولولي يعني ايه هو جسمنا بيفرق معالقك اه طبعا احنا لازم نقبل الاختلافات دي لانها جزء من طبيعة الكون مش بس طبيعة اجسامنا يعني ايه يعني في الشتاء طبيعي ان احنا نبقى عايزين ناكل اكتر فما تضغطوش على نفسكو في الشتاء قوي يعني لازم تعمل نظام غذائي او تمشو على نظام غذائي مرن وفيه كمية اكل اكبر شوية في فصل الشتاء في الصيف بنشرب سوائل اكتر شهر رمضان ده له قصة لوحده صح ايام الامتحانات لاحتياجات الغذائية بتبقى منطقاء مثال اغذية التركيز مش احنا بقى في الامتحانات او احنا في وقت امتحانات مثلا دلوقتي مثلا يبعايزين اغذية للتركيز ايه الاغذية اللي بتساعد عالتركيز الاسماكو بتحديدا السردين والسلمون والدنيس والتونة الشوكولاتة الدارك او الشوكولاتة الداكنة التوت بانواعه المكسرات زي ايه زي الفول السوداني اول حاجة اقول تا الفول السوداني الفول السوداني اللوز الفوزدو الكاجو عين الجمل البندو البيكان خلاص الحبوب الكاملة كل دي اغذية تساعد عالتركيز اللي هي ايه الامح والرز الرز لاصمر والشعير والدرة والشفان والبرغل البرغل ده ممكن يتاكل عادي على فكرة مش لازم يتحط في الكفطة وكده البيض البروكلي كل دي اغذية اللي انا اقول لفده اغذية تساعد عالتركيز طيب احنا في وقت امتحنات عايزين اغذية تحسن الزاكرة مش بقول لكو كل وقت ولو ادان كل وقت ولو اختياراتو في الشتاء اختياراتو في الصف اختياراتو في رمضان اختيارات وقت الامتحنات اختيارات صحي كده ايه الاخذية اللي تحسن الزاكرة يلا نقولها بسرعة العيش او الخبز بكل انواعه كل انواعه التوت كل انواع الاسماك الموز الكرفس السبانخ الجزر زيت الزتون زيت عباد الشمس زيت الدرة الزيت الحار الكرومب البطاطا الليفت كل دي حاجات تساعد على الزاكرة شفتوا بقى طيب المشكلة الحداشر ان في اعتقاد عند ناس كتيرة قوي لما بيجوا يطبقوا النظام الصحي للأكل يعني ان الأكل الصحي هو بس الأنواع الغالية او الأنواع الغريبة او الأنواع اللي طعمها وحش يعني فيه قاعدة كده يقولك انت بتعمل دا تاكل بقى الحاجات الغريبة وحتى هم فيه ناس لما بيجوا يعملوا نظام غذائي تليوم هم يستعرضوا بالموضوع ده يعني يقولك تليوم مثلا عاديين في مكان مشكلة فيقولك هو مفيش كنوة طب مفيش حاجة بامكن سيدز مفيش ألموند ميلك مفيش أسباراجوس مفيش مش عارب الحاجات دي كلها آلية ترجمة اياها خلال الكنوة دا واحد من الحبوب الكاملة الثانوية او بيسموه الحبوب الكاملة الكاذبة مش حبوب كاملة أصلية خلاص البامكن سيدز اللي هي بزور القرع القرع العسل دا بس هي بامكن سيدز يعني هم فيه ناس ولاد ناس كي بيحبوا يسموه كل حاجة بطريقة تانية خلاص ألموند ميلك اللي هو لبن أو حليب اللوز فاهمين الأسباراجوس اللي هو الهيليون هو الحقيقة بالعربي زي الإنجليزي لتنين غرابي تمام الحقيقة بقى إن الحاجات المواد الغذائية دي مش حق يعني هي الحاجات دي غالية بالمناسبة بس مش حقيقي إن هي الاختيارات الوحيدة في الأكل الصحي خالص دا العكس يعني زي بقولكو العكس واللي صحيح يعني أصح أنواع المواد الغذائية هي الأنواع المتدولة والمعروفة ترجمة نانسي قنقر